تتعامل من منظور دعم المجتمع ككل زمان كان المجتمع بيشتغل على محاور عدة وكل الجمعيات بتشتغل عليها ولكن في الفترة الأخيرة لأن ده توجه للدولة بكل وزاراتها وقطعاتها بتشغل في التنمية بتشتغل في مجالات التنمية فالتحالف الوطني هو من أحدث الإصدارات بعد طبعا مشروع حياة كريمة وطحية مصر وكل الجمعيات الرائدة الموجودة فيه موجودة كمال أن التحالف الوطني مش مجرد جمعيات بس هو فيه كمان جهات وده دي النظرة القوية للتحالف الوطني إنه بدنا نبص لأحنا عشان الكيانات دي تشتغل مظبوط لازم يبقى معها جهات أخرى بتخدم وموجودة في الموضوع ده يعني عندنا مجلس قومي للمرأة مجلس قومي للسكان وزارات بعينها مجالس متخصصة تفيد هذا التحالف جميلة طيب وزارة التضامن ورأيتك حضرتك في دورها في تنظيم وتطوير عمل أهل المصر إحنا الحقيقة الجمعية تم إنشاءها إحنا السنة دي العيد العشرين للجمعية المصرية للتنمية المتكملة تم إنشاءها في 28 سبعة 2004 وهي جمعية نافع عام بقى لعشرين سنة بتشتغل فيه التنمية المتكملة فكان الحقيقة دايما وزارة التضامن وكل الجهات المتخصصة دايما كان هي بتقدم لنا مساعدات متفهمة دورنا التنموي لأن إحنا من منذ الإنشاء وإحنا كده أنا بعتبر وزارة التضامن شريك لنا من أول الموضوع يعني إحنا الفكرة بتاعت الجمعية جات لنا لأن إحنا كنا مهتمين جدا بأولاد أطفال بلا مقوى بيسموهم كده مجازا أولاد الشوارع وكان عندنا معاهم النشاط كبير جدا في دار التربية في الجيزة حاجات حكومية وعندنا في جهات أخرى مع المعاقين بنشتعل في الحياة هما دول السبب إحنا عملنا جمعية في وزارة التضامن الاجتماعي من اليوم الأول وهي شريك لنا دايما بنستشيرهم دايما بيحطونا على الطريق السليم عمرنا معتبرنا أن إحنا يعني جهة وهي جهة علينا أبدا أبدا دايما في مساعدات وفي تطور وأما بي لقونا إحنا بنشتغل في التنمية بجد كانوا بيدونا ضفعة كبيرة جدا لأن العمل التنموي ملوش مريدين من ناحية التبرعات يعني من ناحية الاندفيدولز أو الناس اللي عايزة تعمل حاجات اجتماعية مختلفة يعني فطبعا وزارة التضامن على طور الوقت كانت فيه توجه وفكر كويس ولكن برضو بنتكلم في الفترة الأخيرة اللي مصر كلها تحولت للجمهورية الجديدة وتحولت للمنظومة الجديدة اللي هي بتشتغل في التنمية وبتشتغل يعني إيه عارفة تنمية طبعا فيه طفرة كبيرة طبعا في الهيكلة وفي الحاجات الأساسية اللي ازاي بتدار هذه المنظومة وازاي تفيد المجتمع المدني وازاي تفيد الجماعيات الأهلية وازاي يبقى فيه مايكانة وتكنولوجيا وازاي يعني فيه قطاعات من المساعدات لتحقيق التنمية المستدامة بقت كتير جدا أنا بحييهم الحي وإحنا عندنا يعني الفكر المستنير والسيدة ساة سافيرة مايا مورسي وهي بالإنجازات اللي عملتها المجلس القومي للمرأة حاجة يعني في كل المحافظات اللي عملت معهم في لقصر وفي أسوان وفي قاهرة فأعملت حاجة كويسة جدا وهي من هذا الفكر اللي بيعتمد على التنمية وعلى الأسرة تمام فإحنا إن شاء الله يعني منتوقعين مرحلة أخرى بقى جديدة من التطور كمان جميل في وزارة التضامر طيب حذرك أشارتي الجمعية المصرية للتنمية متكاملة أي وعشرون عاما على أرض الواقع أي أيزين أنت إيه اللي ألهامك للفكرة دي تعملي جمعية وأنت واحدة سيدة وكنت في مقتبل الشاب وخلاصة السياسة واقتصاد أعتقد اقتصاد اقتصاد أعتقد أعتقد وكانت فرص العمل قدامك يعني التنسيب ده كله وتتاج للعمل للأهلي بالتأكيد في حاجة والله أنا زي ما قلت الحديد كده الحاجة أنه أنا كنت مهتمة جدا ومتطوعة لرعاية أبنائي من أولاد الشوارع هم من قبل معامل الجمعية بثلاثة أربع سنين بيتعرضوا أولا فيه قدرات هائلة عند الولاد دي و بيتعرضوا أولا فيه قدرات هائلة